سائل يسأل عن المعتد عدة الوفاة ما الممنوع عليها وهل تختلف الصغيرة عن الكبيرة أم ماذا لا بد أن نعلم أن عدة الوفاة هذه أمر تعبدي أمرنا الله عز وجل به فنفعله تعبدا ليس لعلها كذا ندركها ونعلمها قد تذكر بعض الأمور منها صيانة حق الزوجي ومنها كذا ولكن بشكل عام الصبغة الغالبة عليها أنها تعبودية عدة الوفاة ولذلك تعتد المرأة التي لم يدخل بها أصلا الزوج بل ولم تره في حياتها بل ولو الصغيرة امرأة صغيرة قاصرة زوجت مثلا زوجت زوجها وليها ثم إن هذا الزوج الذي تزوج بها مع أنه ما رآها قط مات فلما مات يقال لأهلها أو لأوليائها أجلسوها في البيت ويعتبروها في عدة وفاة فهي إذن حق شرعي نوجبه الله تبارك وتعالى يجب على كل من توفى عنها زوجها هذا الحق مطلقا بغض النظر دخل بها لم يدخل بها صغيرة أو كبيرة الزوج صغير أو كبير في كل الحالات هذا الحكم ثابت عليها وعليها في مثل هذه الحالة في الأساس عليها في الأساس أن تجتنب الحلي والتزين والتطيب ولبس ملفت من اللباس والمبيت خارج البيت هذا هو الممنوع عليها ما عدا ذلك لا مانعا بمعنى إذا كانت لها حاجة لا تجد من يقوم بها نيابة عنها فاضطرت للخروج لقضاء حاجة معينة لا يشكال لا مانعا من ذلك قد كان الصحابيات ومن بعدهن من التابعين من الصدر الأول من سلف هذه الأمة كانت الواحدة تكون في عدة وفاتها ولا يمنعها ذلك من قضاء شؤونها التي تحتاج إليها يذهبنا مبكرا للمزارع ويمضينا نهارهن هناك ثم يعودنا قبل الليل المهم لا تبت خارج بيت الزوجية تمضي عدة وفاتها في بيت زوجها الذي تركها فيه إن كان البيت ملكا له فهذا حق عليها أن تبقى هناك مدة هذه العدة إن لم يكن ملكا له إنما كان مستأجر فقط وترك مالا يأخذ أجرة هذه المدة من عموم تركته ولا تحسب عليها لا يقال لها مثلا دفعنا عنك أجرة أربعة أشهر وكذا فهذه نحاسبك بها لا لا هذا حق لها إن لم يكن له مال وليس لها هي أيضا مال تنقض به قيمة الكرة يجب على المسلمين وعلى بيت مال المسلمين أن يتولوا هذا الأمر المهم تمضي عدتها في بيت الزوج الذي توفي عنها فيه إلا من ضرورة ضرورة مثل ماذا؟ إذا كان البيت أصلا في مكان موحش أو في مكان خطر أو في مكان ناء لا تستطيع البقاء وحدها هنا انتهى الأمر هذا معروفا في هذه الحالة تنتقل إلى جوال الناس وتسكن في المكان الآمن لها كذلك إذا انتقل أهلها مثلا أهل البوادي مات عنها زوجها في مكان معين وانتقل أهلها ورحلوا من ذلك المكان فلا تستطيع أن تبقى وحدها في أرض خالية أو أرض فلاة وكذا فهنا هي مضطرة ما إذا لم يكن هناك ضرورة فالأصل كما ذكرنا أن تمضي العدة في بيت زوجها في كل الحالات لا يهم دخل بها أو لم يدخل بها صغيرة أم كبيرة الزوج صغير أم كبير في كل الحالات مطلقا نعم